اشتركوا في القناة وبياخدوا وقت طويل في فتحها لدرجة ان زميل ومولينا بيطلب منه يسيبها ويمشي معاهم قبل الحراس ما يبدأوا الدورية وبيبقى فاضل اربع دايق بس لكن روبيرتو بيرفض وبيصمم انه يفتح الصندوق وفعلا بينجحها لاخر وقت وبيسرقوا التحفة اللي هم عاوزينها وبيغطوها بقطعة من القماش علشان ما حدش يلاحظها وبيتحركوا بسرعة علشان يهربوا وينة واحد من الحراس بيشوفهم وبيصابوا بمسدس عليهم فبيضرب واحد من العصابة نار على الحارس وبيصيبوا وقتالحارس بيضرب رصاص عليهم وبيتصاب مولينا في كلييتو وبيتكون حالته صعبة جدا فبيضطر روبيرتو انه يسيبوا يهرب قبل الشرطة ما توصلوا وتقبض عليه وبيتدايق مولينا جدا من روبيرتو اللي انه تخلى عنه وبعد سنتين بنشوف روبيرتو بعد ما فتح محل مجوهرات وبيحاول يقنع الزباين انهم يشتروا منه وبتبقى حالته المادية صعبة جدا وعليه ديون كتير وفجأة بيجي للمحل رجل اعمال اسمه بيلي جايب له مجموعة من جواهر الالماس علشان يشتريها وبيسألوا روبيرتو عن سعر المجموعة بالكامل وبيعرفوا بيلي ان سعرها 19 مليون وبيفاهموا انه هيخدهم منه كاش لانه مش واثق فيه بسبب انه ما بيدفعش الفلوس اللي عليه وفجأة بيهجي مجرم اسمه مورالس على المحل وبيسرق عدد كبير من المجوهرات اللي موجودة فيه وبيتجه لبالي علشان يسرق الالماس اللي معاه لكن بالي بيصوب عليه مسدسه وبيخليه يتراجع ومش بيقدر مورالس انه يسرق الالماس وبعدها بيقعد روبيرتو مع مورالس في العربية وبيتعصب عليه لانه فشل في سرقة الالماس من بالي وهنا بنعرف ان مورالس يبقى واحد من عصابة روبيرتو وانه هو اللي حرده على سرقة المحل بتاعه على انه مجرم غريب علشان يسرق الالماس من بالي ويسلمه له بعدها لانه مش هيقدر يدفع لبالي تمنه وبيأكد له روبيرتو انهم من غير الالماس ممكن يرجعوا لنقطة الصفر من تاني وبيسلم له مورالس البضاعة اللي سرقها من المحل بتاعه وبيسيبه وبينزل من العربية وبيرجع روبيرتو للبيت وهو متدايق لانه مقدرش ياخد الالماس لكن بيبين قدام بنته لويزا ومرطولينا انه كويس علشان محدش منهم يلاحظ وبيعود ياكل معاهم وبيلاحظ ان لويزا متدايقة من حاجة ولما بيسألها عن السبب بتعرفوا انها عايزة تعمل حفلة عيد ميلادها في مكان برا البيت علشان تقدر تعزم صحابها لكن اماها مش موافقة فبيعودها روبيرتو انه هيعمل لها اللي هي عايزاه وبتفرح لويزا جدا وبتشكره وتاني يوم بيصحى روبيرتو على مكالمة من جورج العامل اللي بيشتغل في المحل بتاعه وبيعرفوا ان راميرو محصل الدرايب عنده في المحل وعاوز يتكلم معاه ضروري فبيروح روبيرتو بسرعة للمحل وبيتكلم راميرو معاه وبيعرفوا انه عليه درايب متأخرة بقيمة 2 مليون بيزو وبيهددوا بانه لو ما دفعهمش بعد بكرة هيحجز على البيت والمحل بتوعه وبيحس روبيرتو ان ظروفه بقت صعبة جدا وانه لازم يلاقي حل وبيقرر يقابل صاحب قديم ليه اسمه بوريس وبيطلب منه يدور له على اي مهمة سطو يقوم بيها مهما كانت بسيطة وده لان ظروفه سيئة جدا ومحتاج فلوس في اسرع وقت علشان يسدد الديون اللي عليه فبيعرفوا بوريس انه عنده مهمة بس صعبة جدا ومحتاج المجرم محترف علشان يقدر ينفذها وبيفهموا ان المهمة عبارة عن سرقة بنك الجمهورية اللي موجود في مدينة فاليدوبار وانه لازم يدفع 120 مليون بيزو لشخص هيقول له معلومات عن البنك هتفيده في الاقتحام والسرقة وبيأكد له بوريس انه لازم يلجأ لعصابة ساعده لانه مش هيقدر يقوم بالمهمة لوحده وفي الوقت ده مولينا كان بيتعالج في مستشفى بعد ما اتصاب بفشل كلوي بسبب الرصاصة اللي اتعرض لها من سنتين وبيروح روبيرتو عنده وبيطلب انه يتكلم معاه لكن مولينا بيكون متدايق منه ومش بيتقبل وجوده فبيعرض روبيرتو عليه الشغل اللي جاله وبيفهمه انه محتاج له جنبه علشان يقدر ينفذ المهمة وبيستغرب مولينا من روبيرتو لانه بقى لهم سنتين ما تكلموش ودلوقتي جاي يطلب منه مساعدة فبيعرفوا روبيرتو انه اتصل بيه كتير واعتذر له لكن هو اللي قرر يقطع علاقته معاه وبيفكروا بانهم نفذوا 12 عملية سطو نكحين مع بعض وانه اخر عملية بس هي اللي فشلت لكن مولينا مش بيتأثر وبيفاهموا انه هو الوحيد اللي دفع تمن فشلهم في المهمة وبينادي على الممرضة بتاعته علشان تخلي روبيرتو يمشي وبيرجع روبيرتو للبيت وبيتصل بشخص اسمه براين بيشتغل مع واحد اسمها جاكي كان روبيرتو مستلف منها فلوس ومرجعهاش وبيعرفوا انه هيجي قابل جاكي وبعدها بتدخل لينا وبتحس انه مخبي حاجة عليها وبينكر روبيرتو وبيحاول يفاهمها انه بيتصرف بشكل طبيعي وقتها بتدخل لويزا للبيت وهي متأخرة على معاد المدرسة وبتقول له مني سواء الباص رفض يركبها لانها ما دفعتش المصاريف وهنا لينا بتتفاجئ لان روبيرتو كان مفاهمهم انه دفع مصاريف مدرسة لويزا كلها وبتروح تتصل برقم المدرسة علشان تفهم منهم اللي بيحصل لكن روبيرتو بيمنعها وبيوعدها انه هيروح المدرسة بنفسه ويحل الموضوع وبياخد لويزا معها في العربية علشان يوصلها وبياخدها المكان غريب في ساحة خردة علشان ينزل يقابل جاكي في المكتب بتاعها وبتخاف لويزا من المكان وبتطلب منه ما يسيبهاش لوحدها في العربية فبيوعدها انه هيرجع بسرعة وبينزل وبيسيبها وفي المكتب بتكون جاكي فاكرة جايه سديد الديون اللي عليه لكن روبيرتو بيكون رايح لها الهدف تاني وبيطلب منها مبلغ 2 مليون بيزو مقابل انه يدخلها معاه في مهمة سرقة بنك فاليدوبار وبيأكد لها انه نسبتها في العملية هتكون كبيرة جدا فبتفهمه جاكي انها مش بتصق فيه خصوصا بعد ما تسهلت معاه اكتر من مرة وهو خلف وعوده معاها ومردلهاش الفلوس اللي اخدها وبيعرفها روبيرتو ان مولينا هيبقى معاه في المهمة رغم انه عارف ان مولينا رفض العرض بتاعه فبتطلب منه جاكي انها يتقابل مولينا وتعرف منه التفاصيل وبعدها تتفعله الفلوس اللي هو عاوزها وقتها روبيرتو بيعرض بجموعة من المجوهرات على جاكي علشان تشتريها منه وبتستاذق جاكي بيه وبتخلي براين يسبت راسه على المكتب وبتطعنه بآلة حدة لحد ما بتخليه ينزف علشان مايفكرش يخدعها مرة تانية وبيرجع روبيرتو للعربية عند لويزا وهو متصاب فبتتصدم وبتسأله عن السبب وهي خايف عليه وبيعرفها روبيرتو انه تعرض لنزيف وبيرفض يحكي لها اللي حصل وتاني يوم بيتنكر روبيرتو في لبس دكتور وبيروح للمستشفى اللي مولينا بياخد جلسات العلاج بتاعته فيها وبيطلب من الممردة المسؤولة عن حالة مولينا انها تسلموا الملف الخاص بيه لكن الممردة بترفض وبتعرفوا انه لازم يقدم طلب مختوم من المشرف الاول ويكون مع ابطاقة خاصة بالدكتور اللي طلب الملف وبيخدعها روبيرتو بان مولينا حالته صعبة جدا وانه لو ملحقش دلوقتي ممكن يتعرض لمضاعفات فبتقلق الممردة وبتسلموا الملف وبيقف روبيرتو يقرأ وبيتصدم ان مولينا في مرحلة متأخرة جدا من المرض وانه ما بقاش فضله كتير في الحياة وانه كان المفروض يعمل عملية جراحية لكن هو اللي رافض وبيروح روبيرتو لبيت مولينا وبتستقبله رومي مراته وبتعرفوا انه مولينا مش هيحب يقابله او يتكلم معاه لكن روبيرتو بيدخل للبيت وبيفضل اينادي على مولينا لحد ما بيجيله وبيسأله روبيرتو هو ليه مش عاوز يعمل العملية فبيفهمه مولينا ان الفحوصات غالية جدا وهتتكلف ملايين وبتتفاجئ رومي الاول مرة ان مولينا حالته متأخرة للدرجاتي وقتها روبيرتو بيعرف مولينا انه لو شارك معاه في المهمة هيقدر يجمع فلوس الفحوصات والعملية واكتر منهم بكتير لكن مولينا بيفضل مصمم على موقفه وبيتدايق من وجود روبيرتو في البيت فبتطلب رومي من روبيرتو انه يمشي وساعتها روبيرتو بيقول لمولينا على المعاد اللي جاكي عاوزت قابله فيه لو وافق على المهمة وبيسيبهم وبيمشي وفي البيت راميرو بيتصل بروبيرتو وبيعرفه انه هيقابله الساعة 12 علشان يستلم منه مبلغ الضرائب اللي عليه وبيتوطر روبيرتو جدا ومش بيبقى عارف يتصرف ازاي وفي الليل رومي بتقعد مع مولينا وهي متضايقة جدا وخايفة عليه بعد اللي عرفته وبتعرفه انها مستعدة تبيع كل حاجة بتملكها عشان يفضل عايش جنبها فبيفهمها مولينا انه حابب يفقد حياته بالطريقة دي وقتها رومي بتتأثر جدا وبتأكد له انه لو فارق الحياة مش هيفارقها لوحده وانها مش هتقدر تعيش من غيره وبتسيبه وبتقوم وهي حزينة وتاني يوم روبيرتو بيروح يقابل جاكي لوحده وهي بتتدايق جدا ان مولينا مجاش وبتبقى عاوزة تمشي لان عندها معاد وهينا بيوصل مولينا للمكان وبيتفاجئ روبيرتو انه اخيرا وافق يساعده وبيقف مولينا مع جاكي وبيحكي لها تفاصيل عن المهمة اللي روبيرتو قال عليها ووقتها جاكي بتبدأ تطمن وبتسلم اللي 2 مليون بيزو لروبيرتو ولما بيرجع بيته بيلاقي راميرو ومستنيه هناك فبيتفع لروبيرتو الفلوس وبيسد ديون الدرايب وبعدها بيتجه روبيرتو ومولينا بالعربية المدينة فالي دوبار وطول الطريق روبيرتو بيحاول يتكلم مع مولينا بس هو مش بيرضل عليه وبيفضل متجهله ولما بيوصلوا بتقابلهم جاكي وبيعودوا يستنوا الشخص اللي عنده معلومات هتساعدهم في سرقة المتحف ولما بيوصل بتسلموا جاكي شنطة فيها 120 مليون بيزو مقابل المعلومات اللي هيداه لهم وبيتكلموا علي معاهم وبيعرفوا من بعد عشر تيام هتوصل شحنة فلوس من بوتاجو لفالي دوبار في عربية مدرعة وبيفاهموا منهم مش هيقدروا يقتحموا العربية ولا يسرقوها لانها تكون محمية من قوة عسكرية وعلشان كده هم لازم يسرقوا الفلوس من مقر البنك نفسه وبيعرفوا من الشرطة بتحرس البنك من كل اتجاه من برة وان مبنى البنك بالكامل مترائب بالكاميرات من جوه وبيتفاجئوا بان هي دي بس المعلومات اللي عنده واللي مش هتقدر تفيدهم في اي حاجة لانه ما قدم لهمش حلول او طرق لتنفيذ المهمة وبتحاول جاكي تاخد منه شنطة الفلوس اللي سلمتها له لكن قولي بيرفض وبيهددها وبياخد الفلوس وبيسيبهم وبيمشي وساعتها مولينا بيقرر انه ينسحب من العملية لانه مش هيعرف يقوم بيها وبتحاول جاكي تترجى انه يفضل معاهم بس هو بيرفض وبيسيبهم وبيمشي ووقتها جاكي بتأكد لروبيرتو انهم لازم يقوموا بالمهمة دي باي طريقة لانها كانت سالفة الفلوس اللي دفعتها لأوليه من ناس مش سهلة وممكن يقزوها لو ما يدرتش تردها له وتاني يوم روبيرتو بيروح لمولينا وبيفهموا انه ما تخلاش عنه وقت عملية المتحف وانه سابه ومشي وهو متطمن عليه لانه كان عارف ان الشرطة هتيجي تنقذه وبيحاول يقنعه بانه يشارك معافي العملية وبيبعيده انه هيدي له دور برا مبنى البنك علشان لو الشرطة هاجمت على المكان يقدر يهرب من غير محد يشوفه فبيوافق مولينا لكن بشرط انه يبقى متحكم في كل حاجة وانه هو اللي يحط الخطط لحد ما عاد التنفيذ وبيفرح روبرتو ان مولينا وافق اخيرا وبعدها مولينا بيتسل برومي ميراتو وبيعرفها انه في فالي دوبار وبيطلب مولينا منها انها تسمحه لانه خب عليها خطورة مرضه فبتوعده رومي انها هتفضل جنبه للنهاية وبيستعين الفريق بواحد من موظفين المرأب اللي بيشتغلوا في البنك اسمه ايدي وبيروح يابر روبرتو ومولينا وجاكي وبيتكلم معهم وبيفهمهم انه عارف الحراس وموعيد مناوبتهم وانه يقدر يساعدهم على الدخول وكمان يرقب لهم النظام الامني لحد ما ينفزه العملية وبيستعين روبرتو بصاحب قديم لي خبير في انظمة الامن اسمه ارلي علشان يشارك معهم في المهمة وبعدها بيقرر يلجأ لميكانيكي محترف اسمه ستيفن لانه هيحتاجه العربية السريعة وهم بينفزه العملية وفي نفس اليوم روبرتو بيروح يزور صاحب لي اسمه جابريال وبيطلب منه يشارك معهم وبيفرح جابريال بالمهمة وبيوافق وبكده يبقى روبرتو كون عصابة قوية ومتكملة علشان يقدر يقتحم البنك ويسرقوا بمساعدتهم وبيبدأوا يشتغلوا على الخطة والخطوات اللي هيقوموا بيها وبيوزعوا الأدوار على بعض وبيروح مولينا يرائب حراس البنك وبيعرف عددهم والأماكن اللي بيقفوا فيها وبيكتشف ان الحراسة مشددة جدا وان الاقتحمها هيكون صعبة عليهم وبتنضم رومي ليهم في التخطيط وبتعرض على روبرتو انه يرشي الزباط المسؤولين عن حراسة مبنى البنك في اليوم اللي هيسرقوا فيه وفي النهاية روبرتو بيقلق بان رجال الشرطة يخدعوه ويقبضوا عليهم بعد ما ياخدوا الرشوة فبيأكد له مولينا ان الزباط كلمتهم واحدة وانه يقدر يشتري كلمتهم بالفلوس وفي النهاية روبرتو بيوافق وتاني يوم الصبح جاكي بتروح لجابريال بعد ما طلب انه يقابلها ضروري وبيعرفها انهم محتاجين آلة متطورة من بانما علشان تساعدهم في التنفيذ ووقتها جاكي بتتصل بروبرتو وبتحكيله اللي جابريال قاله لها فبيتدايق روبرتو جدا لانه وقت شحنه واستيراد الآلة من بانما ممكن يعطلهم وهينا بتدخل لينا على روبرتو وبيضطر ينهي المكالمة مع جاكي وبتسألوا لينا عن اللي بيعملوا وبيفاهمها روبرتو انه بيتمم صفقة كبيرة لكن لينا بتكون عارفة انه متغير وبتعرفوا انها شافت محل المجوهرات بتاعه وهو مقفول وعرفت انه مش بيروح وبيفاهمها روبرتو انه تعرض للسرقة وساعتها لينا بتتصدم وبتحاول تكون عليه وبتطلب منه ما يخبش عليها حاجة مرة تانية وبيطمنها روبرتو وبيعرفها انه لما ياخد فلوس الصفقة اللي بيعملها هيفتح مشروع صغير ويبدأ من جديد وفي الوقت ده مولينا كان بياخد الجلسة بتاعته في المستشفى وبتفضل رومي جنبه وبتراجع معاه خطوة السطو اللي عملوها مع بعض ووقتها الممرضة بتيجي المولينا وبتعرفوا ان حالته ما بقيتش تسبح انه يفوت اي جلسة مرة تانية وبتطلب منه ينتظم على العلاج وقابل تنفيذ العملية ب3 ايام بيروح روبرتو ومولينا لمركز الشرطة وبيقابلوا الضابط لويس المسؤول عن مرأبة وحراسة مبنى البنك في اليوم اللي عاوزين يتمموا فيه العملية وبيعرضوا عليه 3% من المبلغ اللي هيسرقوه لكن لويس بيرفض العرض بتاعهم لانه مش هيقدر يخون الامانة اللي المؤسسة ادتهاله فبيعرفوا ان العملية هتم على اي حال سواء شارك معاهم او لا وبعد شوية ايدي بيروح يقابلهم وبيعرفهم ان ما فيش اي شرطة موافقة على المشاركة وان في منهم اللي تنازل عن مناوبة الحراسة علشان ما يعرضش نفسه للمشاكل وساعتها مولينا بيتعصب عليه وبيتهموا بالفشل لانه مقدرش يوفي بكلمته معاهم ده غير ادن جاك بتداي وبتصب بمشروب سخنة على وشه وبتأذيه وبيوقفوا كلهم متعصبين في المكان وهما مش عارفين يلاقوا حل للموضوع وانا روبيرتو بيلاحظ جهاز تكيف قدامه وبيتجي له فكرة عبقرية وبيجي يوم العملية وبيوقف مولينا يرائب مبنى البنك من خلال فندق قدامه وبيكون روبيرتو وباقي المجموعة في شاحنة كبيرة وبيستنين اشارة من مولينا بدخول المبنى ولما بيلاقي المكان امن بيديهم امر بالدخول وساعتها روبيرتو بيتواصل مع برادلي عامل المرأبة زي مل ايدي وبيعرفوا انه جاي يصلح التكيف فبيحس برادلي ان الموضوع في حاجة مشبوهة وده لانه عمال السيانة مش بيشتغلوا النهاردة وبيقول لروبيرتو انه مش مسموح له بدخول البنك ووقتها روبيرتو بيتراجع بالعربية وبيبدأ مولينا يقلق وهو مش فاهم اللي بيحصل وبيحاول ايدي يفهم برادلي انهم محتاجين للتكيف لان الجو بقى حر جدا فبيضطر برادلي انه يوافق وبيسمح لروبيرتو بدخول المبنى واول ما بيدخل بيجي له واحد من الحراس علشان يفتش الشاحنة اللي معاه وانه بتطلع له باقي المجموعة من الجزء الخلفي للعربية وبيهجموا عليه وبيضربوا بقوة وبعدها بيقتحموا المبنى من غير ما حد يلاحظهم وساعتها ايدي بيعطل برادلي لحد ما روبيرتو والمجموعة بتاعته يعدوا من قدام الكاميرات وبعدها بيطلع من الاوضة وبيسيبوا لوحده وبيدخل موراليس للأوضة وبيتهجم على برادلي وبيضربوا برادلي وبيضغط على جهاز الانذار بسرعة واتها موراليس بيضرب برادلي وبيخليه يفقد الوعي لكن صوت جهاز الانذار بيكون انتشر في المبنى وافراد العصابة بيبقوا في قمة الرعب وبسرعة ايدي بيقول لأرلي على مكان لوحة التحكم في جهزة الانذارات وبيروح يعطلها على اخر لحظة قبل ما الشرطة تعرف بوجودهم في المكان وبتفتح المجموعة البوابات الامنية اللي ورا بوابة الخزنة الرئيسية وبيقفوا قدام باب الخزنة وهم مبهورين من حجمه وقوته وبيستعدوا مع بعض علشان يدمروه ويقتحموها وبيبقى معهم آلات وآدوات متطورة وقوية وفجأة الكهرباء بتقطع في المكان والنور بيتطفي وبتخاف المجموعة من انهم ما يقدروش يكملوا العملية فبيروح قلي عند وحدة تحكم الكهرباء بتاعت المبنى وبيقول لروبرتو ان اللي حصل كان عطل في الشبكة وبيعيدوا انه هيصلحوا وفعلا بيصلح العطل والمجموعة بترجع تواصل شغلها من تاني واسناء محاولتهم في تدمير البوابة بيتفاجئ جابريال انها مصنوعة من خليط من اقوى المعادن وانهم مش هيقدروا يفتحوها في الوقت المحدد ومحتاجين للوقت اطول وفي الوقت ده مولينا بيكون تعبان جدا وحالته بتبدأ تسوق وهو الواحده في الفندق وساعتها روبرتو بيتصل بيه وبيعرفوا انهم محتاجين وقت زيادة فبيتصل مولينا بالويس وبيبلغوا وانا بنعرف ان لويس غير رأيه وقرر يشارك معاهم في المهمة وبيوافق لويس انه يديهم وقت اضافي لانجاز العملية لكن اقتحام الخزنة بيكون صعب جدا ومرهق لدرجة ان افراد عصابة روبرتو بيوزعوا نفسهم على دوريات علشان كل واحد يشتغل شوية وبيعد وقت طويل وهم لسه شغالين من غير ما يعملوا اي فرق ملحوظ وبيبدأوا يحسوا بالاحباط وانهم مش هيقدروا يكملوا لكن بيقرروا انهم يستمروا لحد ما يوصلوا النتيجة ترضيهم وبعد تسع ساعات لويس بيلاحظ كمية دخان كبيرة طلعة من مبنى البنك فبيتصل بمولينا بسرعة وبيبلغوا علشان يحذر زميله وقتها مولينا بيكلم روبرتو وبيعرفوا ان المدينة كلها ممكن تلاحظ الدخان اللي على سطح المبنى وبنعرف ان الدخان ده حصل بسبب الادوات النارية اللي بيستخدموها في تسيح باب الخزنة فبيستعينوا بكل طفايات الحريق الموجودة في المكان لحد ما بيقضوا على الدخان وبعدها جابريال بيقول لروبرتو انه مش هيقدر يكمل دلوقتي لانهم خلصوا كل طفايات الحريق اللي كانت في المكان ولو تسببوا الدخان تاني مش هيقدروا يتخلصوا منه فبيقرروا انهم يستنوا لحد الليل وبعدها هيكملوا شغل وبيعدي وقت طويل عليهم وبيتكلم مولينا مع روبرتو وبيفجأوا بان حراس الدورية الجديدة واصلوا للبنك فبيتوطر روبرتو بس بيوعد مولينا انه هيتصرف وبيحاول الحراس انهم يفتحوا الباب من بره لكن مش بيقدروا فبيحسوا انه في حاجة مش طبيعية بتحصل وبيقرروا يبلغوا الشرطة ووقتها الباب بيتفتح لهم بشكل تلقائي وبيدخلوا منه وفجأة من رجالة روبرتو بيهجموا عليهم وبيضربوهم وبيحتجزوهم علشان محدش فيهم يبلغ وبيتصل روبرتو بمولينا وبيطمنوا انه سيطر على الحراس فبيفهموا مولينا ان اهل الحراس اللي احتجزهم ممكن يتسببوا لهم في مشكلة لان لو ساعات العمل بتاعتهم خلصت وما رجعوش لبيوتهم اهاليهم هتجي للبنك وهتسأل عليهم فبيطلب منه روبرتو انه ما يقلقش ويبلغوا لو اي حد من اهلهم جي علشان يتصرف معاه وفجأة مولينا بيحس بتعب شديد وبيقول روبرتو انه هيروح المستشفى بس مش بيقدر يتحرك برا الفندق فبيدخل ينام وفي الليل روبرتو والمجموعة بتاعته بيسمعوا صوت قوي جدا جاي عليهم وبيبدأوا يحسوا بالخوف وبيفقدوا الامل في نجاتهم كل ما الصوت بيقرب اكتر وفجأة بيظهر ايه دي مع ستيفن وهم بيجروا صندوق ضخم في ملايين من العملات المعدنية وبيعرض ستيفن على المجموعة انهم ياخدوا العملات دي ويمشوا لانهم مش ضمنين انهم يقدروا يجيبوا الفلوس اللي جوه الخزنة ولا لأ فبيرفض روبرت وبيعرفوا انه مش هيسيب الفلوس اللي في الخزنة لكن ارلي بيقرر انه ينضم لستيفن وبيكون هياخد الفلوس معاه ويمشي وهنا موراليس بيضرب نار وبيخوفهم وبيخليهم يتراجعوا وبيتكلم روبرت وبيقول ان مفيش حد هيمشي من المكان قبل ما ينفزوا المهمة اللي جمع علشانها وبيحفزهم بان اللي بينهم وبين حياة الثراء هو مجرد باب يقدروا يحطموا بالارادة فبيرجعوا يكملوا الشغل من تاني وبعدها لويس بيروح الفندق عند مولينا وبيصحيه وبيهددوا بانه هيسجنوا هو والفريق بتاعه لو اثر في المهمة مرة تانية وده لانه نام وما ردش عليه في الا سلك وبيعرفوا انه هيروح يعود في الحانة لحد ما ينفزوا المهمة وبيدخل لويس للحانة وبيفضل يشرب كحول لحد ما بيسكر وأخيرا بيقدر فريق روبرتو انه يعمل فتحة في الباب وبيبقوا فرحانين من اللي عملوه وبيدخلوا مع بعض للخزنة وبيقفوا مزهولين قدام كمية الفلوس اللي فيها وبيحيوا بعض على نجاحهم في فتح الخزنة وبيتصل روبرتو بمولينا وبيعرفوا انهم نجحوا وانه اخيرا هيعمل العملية وهيخف فبيفرح مولينا جدا وبيتأثر وبيبدأ الفريق ينقل الفلوس للشاحنة وبيتصل روبرتو بمولينا وبيعرفوا انهم جاهزين يتحركوا بره المبنى فبيحاول مولينا يتصل بلويس علشان ياخد منه اشارة لكن لويس مش بيرد عليه وبيبدأ الفريق بيتوتر وبيبقوا مش عارفين يتحركوا ولا يستنوا اشارة لويس فبيروح مولينا للحانة اللي لويس قالوا انه هيصار فيها وبيشوف اللي سلكي بتاعه واقع على الارض ولويس مش موجود وبيدخل مولينا لحمام الحانة وبيتفاجئ بلويس فاقد الوعي من شدة السكر فبياخدوا وبيحط راسه في مياه لحد ما بيفوق وبيهددوا مولينا بانه هيسجنوا لو المهمة فشلت بسببه وبتوصل اشارة للفريق من مولينا باخلاء مبنى البنك واول ما بيخرجوا من المبنى محرك الشاحنة بتاعتهم بيتعطل وده بيخلي الحراس تتجه نحيتهم وبيبقوا هيفتشوا العربية وقتها روبيرتو والفريق بتاعه بيبقوا خايفين جدا لكن فجأة بيظهر لويس في اللحظة الاخيرة وبيدفع الشاحنة بتاعتهم علشان تتحرك وبيطلب من الحراس اللي معاه انه هم كمان يساعدوهم وبعدها مولينا بيحس بتاعب شديد جدا وبيسيب العربية بتاعته في الشارع وبيركب تاكسي علشان يروح المستشفى وفي البنك برادلي بيقدر يفك نفسه وبيشوف واحد من زميله وهو مربوط في قنبلة وبيبقى خايف جدا فبيروح برادلي يوقف عند الشباك وبينادي على حارس زميله علشان يطلب له من نجدة وبعد ست ساعات من التنفيذ بيحتفل روبيرتو والفريق بتاعه بنجاح المهمة وكل واحد منهم بيقول هو نوي يعمليه بنصيبه من الفلوس اللي سرقوها وعن الأحلام اللي بيتمنى يحققها وبعدها روبيرتو بيعرفهم انه قدامهم ساعة واحدة علشان يرجعوا الباجوتا قبل ما العملية تتكشف وبيطلب من ستيفن انه يهتم بالعربية اللي هتوصلهم علشان ما يتعطلوش في الطريق مرة تانية وبيتم اكتشاف عملية السطو اللي حصلت في البنك ومدير البنك بيبقى مصدوم وخايف من ردود فعل أصحاب الفلوس اللي تسرقت لما يعرفوا الخبر وبيروح روبيرتو يقابل جاكي وبيرجع لها كل الفلوس اللي كان مستلفها منها فبتسلم جاكي الفلوس اللي خدتها لوحدة بتسق فيها اسمها أماليا علشان تحطهم في البنك وبتعود مع روبيرتو وبيحسبوا المبلغ اللي معاهم وبيبقوا فرحانين جدا وبيبعت روبيرتو رسالة صوتية لأسرته علشان يطمنهم عليه وبيفاهمهم ان الصفقة اللي عملها نجحت وانه كويس دلوقتي وبعدها لويس بيتواصل مع روبيرتو وبيعرفوا ان مولينا مختفي وان عربيته موجودة لوحدها في الشارع فبيطلب روبيرتو من لويس انه يشتت رجال الشرطة علشان محدش يلاحظ وجود العربية ويتهمهم مولينا بالسرقة وبيروح روبيرتو للمستشفى عند مولينا علشان ياخده وفي الوقت ده أماليا بتروح لواحد من البنوك علشان تعمل إيداع بالفلوس اللي خدتها من جاكي وهنا موظف البنك بيكتشف من خلال المكنة ان الفلوس دي مسروقة وبيسأل أماليا عن المصدر اللي جابت منه الفلوس فبتقوله انها اخدتها من جاكي وبتدي له عنوان اللي هي قعدة فيه وفي خلال دقايق بتكون الشرطة في طريقها للمكان اللي فيه جاكي وبيشوفهم روبيرتو ومولينا بالعربية وهم بيقربوا من البيت فبيروحوا عند جاكي بسرعة قبل الشرطة ما توصل لها وبياخدوها وبيهربوا من المكان والشرطة لما بتوصل مش بتلاقيهم وبيلاحظ واحد منهم صندوق على الأرض ولما بيفتحوا بيلاقي فيه فلوس عبارة عن رشوة روبيرتو ومولينا سيبنها لهم علشان ما يدوروش عليهم وأثناء امام مولينا وروبيرتو وجاكي كانوا في طريقهم للهروب العربية بتتعطل في الطريق والجو بيمطر وبيكونوا ألانين جدا ومش عارفين يتصرفوا وبتتعصب جاكي على روبيرتو وبيتزعق معاه لانه موفر لهمش الأمان الكافي اللي مهمة بالخطورة دي وتاني يوم روبيرتو ومولينا بيركبوا متسكل وبيروحوا بالأولي وبيسلموا نصيبه من فلوس العملية وبيعرفوا انهم مش عاوزين يتعاملوا معاه مرة تانية وبيفاهموا روبيرتو انه ما كانش يستحق اي حاجة من الفلوس اللي خدها قبل المهمة لان المعلومات اللي ادقالهم ما فدتهمش بحاجة وهم اللي عملوا المهمة كلها بمجهودهم وبعدها مولينا وروبيرتو بيروحوا الحانة وبيفضلوا يشربوا كحل ويرؤسوا مع بعض وبيحتفلوا بنجاح المهمة وبيكونوا سعداء جدا وفجأة بيتعرضوا لقتال وهم سكرانين وبيتم طردهم من الحانة وبيفقدوا الوعي وبعد ساعات بتوصل الشرطة للمكان اللي هم فيه وبيشوفوهم وهم نايمين على الارض وبيتم الأبد عليهم وبيتروح جاكي لمركز الشرطة ومعها مبلغ من الفلوس اللي سرقوها علشان تدفعوا كفالة ليهم وتخرجهم وقتاء الشرطة بيشك فيهم اكتر لان مبلغ الكفالة كبير ومع ذلك قدروا يوفروا بسرعة بس جاكي بتقدر تبعد الشبهات عنها هي ومولينا وروبرتو وفعلا بيتم الإفراج عنهم ولما بيخرجوا بتتكلم جاكي معاهم وبتأكد لهم انها لازم ترد الدين للناس اللي استلفت منهم فلوس أولي لانهم مش سهلين وهيقزوها لو اتأخرت اكتر من كده عن الدفع وبتوصل الشرطة تحقيقاتها في قضية السرقة وبيستجوبوا كل الموظفين اللي في البنك لكن مش بيقدروا يوصلوا لأي حاجة ومحدش من الموظفين بيبقى تعرف على أشكال أفراد العصابة لأنهم وقتها كانوا متغمين وبيرجع روبرتو للبيت وبتستقبلوا لينا وهي سعيدة جدا برجوعه وبيديها روبرتو كمية كبيرة من الفلوس وبيعرفها ان دي أول دفعة من الصفقة اللي عملها وبيوعدها ان حياتهم الجاية هتبقى سعيدة وتاني يوم روبرتو بيجمع العصابة وبيوزع على كل واحد نصيبه من المبلغ اللي سرقوه وبيعرفهم انهم لازم يتصرفوا بحكمة وما يشتروش عقارات أو حاجات غالية ممكن تخلي حد يشك فيهم وبيرجع كل واحد منهم لأهله بالفلوس وبيبقوا فرحانين جدا وبيقابل ستيفن صاحبه المقرب ميجيل وبيعرفوا انه عاوز يسافر ويسيب كولومبيا بشرط انه يسافر معاه وبيطلب منه ما يشيلش هم الفلوس لانه معاه مبلغ كبير جدا ولما بيسألوا ميجيل عن مصدر الفلوس اللي معاه بيحكي له ستيفن انه سرق بنك ووقتها ميجيل بيصخر منه وبيفتكر انه بيتحك معاه فبيصدمه ستيفن وبيقوم يجيب له رزمة من الفلوس وبيسلمها له وتاني يوم بيطلع مدير الادعاء العام في التلفزيون وبيصرح للمواطنين انهم هيعرفوه من رقم التسلسول للفلوس اللي تسرقت من البنك وبيطلب منهم ان اي حد يشوف شخص معاه الفلوس دي او حاول يتفعاله يبلغ الشرطة بسرعة علشان يوصلوا للمجرم اللي عمل كده وبيشوف روبيرتو الخبر وهو قاعد مع اسرته وبيتصدم فبيروح يتسل بمولينا وبيحكي له اللي حصل لكن مولينا بيطمنوا بان بوريس هيقدر يتصرف في الفلوس وتاني يوم بيروحوا يقابلوا بوريس وبيفاجئهم ان مفيش اي حد راضي يستلم منه الفلوس المسروقة لكن الصدمة الحقيقية بتحصل لما بوريس بيعرفهم ان الناس اللي امروا بتنفيذ المهمة خلصوا على اولي وانهم نوين يخلصوا على اي حد يشارك في المهمة علشان يحموا نفسهم وبتتعرض جاكي للهجوم من الياس رئيس العصابة اللي استلفت منه المبلغ وبيكون عاوز فلوس غير اللي عليها الرقم التسلسلي اللي الشعب كله بقى عارفه وبيهددها بانه هينهي حياتها لو ما خلصتش على روبيرتو ومولينا وجابت له فلوس يقدر يصرفها وبيخلي رجالته يخلصوا على حبيبها قدامها وبتنهار جاكي من الزعل عليه فبتروح جاكي تقابل مولينا وروبيرتو وبتصاوب المسدس عليهم لكن مش بتقدر تضربهم بالنار وبتتراجع ولما بيرجع روبيرتو للبيت بتعرفوا لينا ان فيه واحد اسمه الياس جاي سأل عليه ويساب له رسالة فبيتوتر روبيرتو وبيقراها وبيلاقي الياس بيؤمره يتصل بيه فورا وده بيخوف روبيرتو اكتر بس بيقرر يتصل بيه علشان ما يزيش اسرته ووقتها الياس بيفهمه انه هيدله مهلة لحد بكرة علشان يبدله الفلوس المسروقة وبيسمعه صوت جاكي بيتسرخ وهو بيضربها بالنار وبيخلص عليها وتاني يوم رجالة الياس بيروح ويخدو روبيرتو من تحت بيته وبيحتجزوه في مجزر وبيتكلم روبيرتو مع الياس وبيقوله انه مش معاه فلوس يقدر يسلمها له وانه كل الفلوس اللي معاه عليها نفس الرقم التسلسلي فبيعرفه الياس ان ربنا بيحبه لانه اداله فرصة تانية وبيوريله جريدة فيها خبر بيقول ان الفلوس اللي عليها الرقم التسلسلي بتاع البنك بقى مباح صرفها وبعد شهر روبيرتو بيعمل حفلة لبنته واستصحابها زي موعدها وبيبقوا سعداء جدا وبيطبع ستيفن في الفلوس اللي مع جابريال وبيتفق مع ميجيل انه هو ميسرقوها وتاني يوم بيصحبوا لينا على تليفون من المستشفى بيعرفون ان فيه متبرع جاهز يتبرع له بكليته فبيفرح جدا هو ورومي وبيستعد للعملية ولما بيفوق من البنك بيتفاجئ برومي وهي بتعيد جنبه وبيتعرفوا ان العملية فشلت لان حالته بقت في المرحلة الاخيرة وبيتنكر ميجيل ومجموعة من اصحابه في لبس رجال الشرطة وبيهجموا على بيت جابريال وبيصوبوا المسدسات على بناته علشان يجبروا يسلمهم الفلوس اللي معاه فبيسلمهم جزء منها وبيعرفهم ان باقي الفلوس مع ناس تانيين فبيفهموا ميجيل انه هيفضل مرأبه لحد ما يجيب الفلوس الباقية ولما بتمشي عصابة ميجيل بنات جابريال بيطلبوا منه يسلم نفسه هو وشركائه في الجريمة علشان ما حدش منهم يتأذي وبيأكد لهم جابريال انه ما يقدرش يخون اصحابه فبيخيروا بناته بينهم وبين اصحابه المجرمين وبيضطر جابريال انه يسلم نفسه وبيسجل فيديو ويعترف بيه بانه هو اللي فتح باب الخزنة وبيعلن ان لويس ساعدهم في المهمة ووقتها الشرطة بتتحفز على لويس وبيفضلوا يضغطوا عليه لحد ما بيعترف على مولينا وروبيرتو ولما بيوصل الخبر لروبيرتو ومولينا بيسيبوا بيوتهم وبيهربوا والشرطة مش بتعرف توصل لهم وتاني يوم ستيفن وميجيل بيجاهزوا حاجتهم علشان يهربوا برا البلد وبيركبوا العربية وقبل ما يتحركوا وميجيل بيقرر انه ينصب على ستيفن وياخد الفلوس كلها لوحده وبيتهجم عليه وبينزله من العربية وبيفضل ستيفن يبكي في الشارع وهو ندمان وبيتشوف لينا سورة الجابريال في الجريدة بعد ما تم القبض عليه في تهمة سرقة البنك وبتبدأ تربط صدقته بجوزها والفلوس اللي روبرتو كونها في فترة بسيطة وبتطلع تشوف الفلوس اللي ادعالها وبتلاقي عليها الرقم التسلسلي اللي مكتب الادعاء قال عليه وبتتصدم ولما بتواجه روبرتو بيحاول ينكر وبيترجاها تسامحه لكن هي بتتجاهله وبتاخد لويزا وبتمشي من البيت وبتسيبه لوحده وبيقرر ملينا انه يسلم نفسه وبيروح لمركز الشرطة وبيعترف انه هو العقل المدبر لعملية سرقة بنك فاليدو بار وبيرجع نسبته من الفلوس للبنك وبيتم القبض عليه اما روبرتو فبيستخبى في الريف لمدة 3 سنين لكن في النهاية الشرطة بتقدر توصله وبيتم القبض عليه هو كمان وبتصادر الشرطة كل املاكه وبيتحكم عليه بالحبس لمدة 17 سنة لكن بيخرج بعد 8 بس بسبب حسن السلوك وبتختفي لينا ولويزا من حياته للأبد ومش بيشوفهم تاني وبنعرف ان جابريال اتحكم عليه بالسجن 12 سنة وانه فقط حياته اول ما قد مدته خرج وبيقدر ستيفن انه يتخفى من الشرطة الفترة لكن بيلقوه وبيتحبس 12 سنة واول ما بيخرج من السجن بيتعرض للهجوم من عصابة مجهولة بيتخلص عليه وبيتم القبض على باقي افراد العصابة وكل اللي شارك في العملية وسعيدهم معدى موراليس هو الوحيد اللي الشرطة ما يدريتش توصل له وانتهى مسلسلنا ويا رب يكون عجبكم ويا ريت كل مريخ يعايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم او المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية واللي هيجيب لايكات اكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها مسلسلة كوري من الاخر جاية من المريخ عليك على طول هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن اشترك واسيب الباقي علينا